رسائل إلى الداخل وأخرى إلى الخارج وتأكيد على ثوابت المملكة وعلى توجهات سياستها التنموية هذه هي المضامين التي حملها خطاب العاهل السعودي الملك سلمان في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى العاهل السعودي أكد على أولوية مواصلة دعم القطاع الخاص السعودي وتمكينه كشريك فاعل في التنمية خلال فترة التغير التنموي الذي تعرفه مختلف القطاعات وفق رؤية 2030 كما أكد أن المملكة شريك نفطي موثوق وآمن العاهل السعودي أكد أيضا دعم المملكة التوصل لحل سياسي بشأن الأزمة اليمنية إن وقوفنا يجانب اليمن لم يكن أخيار بالواجب أقتضته نسرة الشعب اليمني بالتصدي لعدوان ميليشيات انكلابية مدعوم من إيران وناك دعنا الوصول إلى حال سياسي وفق لقرار مجلس الأمن الرقم 2016 والمبالاة الخريجية ومخرجات الهوار الوطني اليمني الشاب وطالب العاهل السعودية المجتمع الدولي بوضع حد لبرنامج إيران النووي والباليستي وأكد أن نشاطات النظام الإيراني تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة لقد داب النظام الإيراني على التدخل في شده للدول الأخرى ولعاية الإرهاب وإثارة الفوضى والخراب في عديد من الدول المنطقة وعلى المجتمع الدولي العمل على وضع حد برامج النظام الإيراني النووي ووقف نشاطاته تهدد الأمن والاستقرار معنا من رياض الأكاديمي وعضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور خليل الخليل أهم لك دكتور خليل معنا في برنامج المساء على سكاي نيوز عربية دكتور خليل دعنا نتطرق بداية إلى الشأن الداخلي السعودي باعتقادك ما أهم القضايا التي تم طرحها في خطاب العاهل المملكة العربية السعودية في الشأن الداخلي خصوصا رؤية 2030 مسألة القطاع الخاص التطوير الاقتصاد النفط كيف رأيت الخطاب وما يعنيه في الشأن الداخلي شكرا لكم على استضافتي وحييك وحيي المشاهدات المشاهدين في كل مكان الخطاب مهم الخطاب في الحقيقة هو تجديد وتأكيد فهو تجديد للرؤية السعودية والسياسات السعودية ولما قامت عليه المملكة العربية السعودية من أسس ثابتة كذلك هو تأكيد على المبادئ التي تنطلق منها سياسة المملكة العربية السعودية في الداخل وفي الخارج مما لفت انتباهي في أنه أكد على أن المواطن السعودي هو المحرك للتنمية وأشاد بالجندي السعودي بالقوات السعودية الباسلة التي تقاتل من أجل الحفاظ على الأمن السعودي وعلى الأمن الوطني السعودي والحفاظ على الأمن الإقليمي وعلى الحقيقة الأمن العربي بشكل عام كذلك هو أكد على أن المملكة لن تحيد عن تحكيم الشريعة الإسلامية وأنه على ثقة وأن جلالة الملك سلمان قادم حرمين الشريفين على ثقة برجال القضاء وبالنيابة وهذا بلا شك أنه ملمح جدا مهم وأنه لمح إلى أهمية المرأة وتعزيز شراكتها في التنمية وأن كانت هذه الأمور معروفة لدى المجتمع السعودي والعالم ولكن تأكيد قادم حرمين الشريفين عليها هو في الحقيقة رد أو إضاح مختصر حول ما يقال عن المملكة العربية السعودية رأيت في اللقاء لخادم حرمين الشريفين وأنا أشارك زملائي أعضاء وعضوات المجلس لأن هذا اللقاء السنوي والذي هو افتتاح في السنة الشورية الثالثة للدورة السابعة هو في غاية الأهمية وكل عام تلتقي في القيادة بعضاء مجلس الشورى هو منبع بهجة وسرور لأنه في التقاء القيادة بالرموز التي هي تمثل الشعب السعودي فأشاركهم البهجة في ذلك وأهنئهم على هذا اللقاء بخادم حرمين الشريفين إنما هناك كذلك لقاء بقيادات الدولة بشكل عام هناك هيئة كبار العلماء هناك رجال أو ممثلون من القوات العسكرية الكافة في كافة المجالات وهو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية هناك كبار الأمراء والوزراء حضروا لهذا اللقاء التاريخي تحت قبة مجلس الشورى مجلس الشورى الحقيقة حب فقط أن نوه بأنه في ثوبه الجديد له عقدين ونصف ولكن كان متأسسا من عام 1927 في المملكة العربية السعودية بثمانية أعضاء وبرئاسة النائب فيصل بن عبد العزيز آنذاك نائب الملك وكذلك أمير منطقة الحجاز ثم بعد سنوات أصبح عدده عشرة بالإضافة إلى ثلاثة خاص ثم إلى عشرين واستمر إلى عام 1962 ثم جدد في عهد الملك فهد رحمة الله عليه عام 1996 وهكذا تسير التنمية في المملكة العربية السعودية خطوة خطوة وبشكل ثابت والتأكيدات التي أوردها الملك سلمان بن عبد العزيز هي محل فخر في الحقيقة محل فخر للمواطنين محل فخر لأعظام مجلس الشورى وهي انطلاقة جديدة يؤكدها خدم حرم الشريفين وأن الدولة قوية بمضامينها قوية باقتصادها قوية بأسرة الحكم في المملكة العربية السعودية اجتمعت مع هذا الطاقم وهذه القيادات العلمية القيادات العسكرية القيادات الدبلوماسية كانت موجودة تحت القبة مع أعضاء وعضوات مجلس الشورى طيب دكتور خليل دعنا نتطرق إلى الشأن الخارجي هو تطرق طبعا العاهل الملكة العربية السعودية الملك سلمان إلى دور إيران المزعزع والخطير في المنطقة وتحدث عن اليمن قال أيضا اليمن نرحب بأي حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية أي كان كان هناك تقريبا ترحيب لأيضا المباحثات القادمة في السويد ولو كانت بشكل ضمني كيف قرأت هذا الحديث هو ليس بجديد تأكيد على الدور الإيراني وأيضا تأكيد على ضرورة حل الأزمة السياسية في اليمن والأزمة العسكرية أيضا كيف رأيت هذا الحديث إلى أين ينطلق أيضا نعم الملك سلمان بن عبد العزيز وضح بكلمات مختصرة بأن المملكة العربية السعودية لم يكن لها خيار في أن تهب لنجدة الشعب اليمني بطلب من حكومة الشرعية وأن إيران هي السبب في الأساس ولذلك السياسة السعودية وسياسة التحالف وما قامت من المملكة العربية السعودية بقيادة التحالف العربي لإنقاذ الشعب اليمني أمر مطلوب منها قال إنه واجب بمعنى أنه لو تتركته المملكة العربية السعودية لا سمح الله كان الحق للشعب العربي للشعب اليمني للشعوب الأخرى العربية والإسلامية أن تؤاخذ مملكة العربية السعودية بمعنى أنها قصرت في حق جار وكذلك قصرت في الحفاظ على حدودها يعني قضية اليمن والتدخل في اليمن والتحالف العربي أمر واجب وكأمرا واجبا لا بد أن تتدخل مملكة العربية السعودية شكرا للدول التي في الحقيقة أسهمت في هذا الأمر فبالتالي السياسة المملكة العربية السعودية الخارجية أوضحها قادم الحرم الشريفين بأنها لا خيار لها فيما يخص اليمن كذلك تمنى وطرح وأوضح بشكل واضح بأن المطلوب هو الحل السياسي في جميع المجالات في اليمن في سوريا في العراق لفت انتباهي الابتهاج أو أن هناك ملمح تفاؤل في العلاقات أولا السعودية العراقية السعودية العراقية وأن الأمور تسير وفق خطوات جيدة وخطوات ناجحة وأنا سعيد بذلك لأن الحقيقة العراق بوابة للبوابة الشرقية لمنطقة الخليج ثم هو الذي دخل عن طريقه الإيرانيون وتعرفون بأن الآن أصبح مع الأسف الشديد الأخوة العراقيون الذين هم بسداجة أحيانا وباستغلال من بعض مأسسات الدينية المتطرفة أخذتهم لكل مكان أخذتهم إلى سوريا أخذتهم إلى اليمن وأخذت كذلك قبلهم اللبنانيين فبالتالي قضية إيران قضية محورية قضية أساسية وموقفها السلبي الذي دعا خادم حرم الشريفين المجتمع الدولي لأن يتكاتف وأن يتعاون لإيقاف إيران عند حدودها لإيقاف برنامجها النووي وكذلك لإيقافها من إثارة الفتن في المنطقة العربية فهي خطر هي تمثل التهديد الأكبر وتمثل كذلك الدعم الأول والأكبر للإرهاب في المقليم وفي الخليل بل وفي العالم لذلك أكد خالد بن حمر الشريفين على هذا المنهج طيب لكن بالعودة إلى بعض القضايا مثل اليمن كان هناك حديث ولو كان قصيرا عن الحلول السياسية ونرحب كما قال العهد السعودي بأي مبادرة بأي حل سلمي هل تلقيت هذا الحديث بأنه قبول وترحيب بالمباحثات القادمة التي ستجرى في السويد بالتأكيد هو قبول وترحيب بتلك المحادثات المنتظرة لكن يصعب على أي متخصص مثلي بأنه ينتظر الكثير من الحوثة الحوثة رهنوا أنفسهم بإيران الحوثة رهنوا أنفسهم بقوى شيعية متطرفة تأتي من كل مكان فكما حدث في سوريا عندما عجزت بشار الأسد جاءت تهب إليه حسن نصر الله هو في الأولو ثم جاء العراقيون من بعض كذلك المجموع التي جندت ثم جاءت إيران إلى أن دخل روسيا التحادية في الموضوع فنعم هناك ملمح واضح جدا بأن المملكة الرعبية السعودية تؤثر السلم تؤثر الحلول السلمية تحبذ بأن تنتهي قضية اليمن بسرعة لأن الحقيقة الحوثة بالغوا في الإساءة فجروا المساجد فجروا الأماكن الحقيقة البنية التحتية استخدموا الأطفال يعني عدد الأطفال فقط الذين أعيدوا إلى أهلهم وأنقذوا مرة 86 مرة أكثر من 70 مرة أكثر من 50 ثم طفلة يأتي بها والدها من أجل أن تستخدم لتغطية على الحوثة فبالتالي الصواريخ التي تريدنا يعني لا يوجد في الحقيقة لا يوجد ميليشيا في العالم تمتلك صواريخ بعيدة المدى إلا الحوثة وبالتالي السعودية ترحب من قبل وترحب اليوم وسترحب غدا إنما ينبغ التنبؤ إلى أن الحوثة لا يملكون قرارهم وإن كنا ولله الحمد سعداء بداية الإخفاقات بداية كذلك الإنشقاقات ونحن ندعو الإخوة اليمنيين الذين نقدعوا أو الذين اجتهدوا أو الذين فكروا أن ذلك مصلحتهم أن يعودوا وأن الإمامة لن تحدث مرة أخرى في اليمن هذه قضية انتهت ونحن في عصر الدولة الوطنية التي تقوم على تقوم على الشورى تقوم على حقوق الإنسان لا على عنصر معين سواء عنصر ديني أو على فكرة قديمة هذه الأمور انتهت وبالتالي على عبد الملك الحوثي وعلى من معه أن يعيدوا النظر وأن يؤثروا مصلحة بلادهم وخدم حرم الشريفين رحب بذلك وهو يعني ما يقول ليس كالحوثة الذين يرحبون ولكنهم يضعون الخطط التي تعرقل ونحن نعرف السبب أن السبب هو أن قرارهم ليس بأيديهم لكن ندعو أن يكون قرارهم بأيديهم ونأمل أن تكثر الانشقاقات وأن تثوال الهزائم ونحن على ثقة بأن التحالف العربي هو المنتصر قريبا بإذن الله ونبشر إخواننا اليمنيين بأنهم هم المنصورون وبأنهم هم الذين سيقف معهم المستمع الدولي ستقف معهم الدولية ووقفت معهم بالعودة للمباحثات دكتور خليل بالعودة للمباحثات هل تعتقد هناك دعم كامل من المملكة عربية السعودية لها هل تعتقد أن يعني عبر هذا الخطاب هناك دعم مختلف إرادة مختلفة لإنجاح مثل هذه المباحثات التي ستكون خلال أيام تقريبا وفق متابعتي بأن القيادة السياسية السعودية جادة وفعلا هيئة الأجواء من أجل وسوف تهيئ أجواء عديدة وربما نرى في يومنا الأيام بعض القيادات الحوثية في المملكة تزور المملكة العربية السعودية أو تكون في الكويت أو تكون في الدول التي ترغب في الحل إنما ما زلت أنا أتحفظ على جدية القيادات الحوثية نعم فيبدو أن الحوثة ليسوا قرارهم في أيديهم لكن مع ذلك باعتبار أن هناك انشقاقات بدأت وربما هناك قيادات أخرى تود لانشقاق لو لا الخوف ولو لا أن هناك رهاء أخذوا من أسرهم في صنعاء حيث استدعي الكثير من القيادات أو أسرهم استدعوا إلى صنعاء من أجل أن يكونوا رهائن ومع ذلك الأجواء والبيئة ليست من صالح الحوثة ليست من صالحهم باعتبار أن القوات التحالف قوية باعتبار أن الحديدة على وشكل أنها تسقط بشكل كامل في أيدي الحكومة الشرعية تعز كذلك وباعتبار أن هناك الطرق مسدودة الآن أمام الحوثة وبالتالي ربما يجد الحوثة في هذه المحادثات إنقاذة لهم والاستسلام لهم ولقواتهم أما من ناحية القيادة السعودية فأنا على ثقة تامة بأنها جادة وأنها هيئة الفرص كاملة وأنها أوضحت في الحقيقة للقوى الدولية من دوب من بريطانيا أوضحت الهات المتحدة أوضحت للحكومات الغربية أوضحت للبريطانيا أوضحت للحكومة الأمريكية أوضحت لهم بجديتها واستعدادها لكن لن تسمح للمملكة السعودية بأن الحوثة يرسلون الصواريخ تلك الصواريخ وآخرها اليوم الصباح حرسلت بعض الصواريخ ولكنها سقطت أو أسقطت وبالتالي الأمر فيه جدية من الجانب التحالف العربي بقيادة المملكة بالسعودية ولكن هناك مناكفات وهناك استكبار من قبل الحوثة أشكرك أنا معي من رياض الأكاديمي وعضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور خليل الخليل شكرا جزيلا اشتركوا في القناة